ينهمك قيس في إعداد وتجهيز وجبات الإفطار لتوزيها على المواطنين في الطرقات العامة ومدافع لمدينة عتق قبل أذان المغرب قيس يعمل إلى جانب العديد من الشباب المتطوعين في شهر رمضان الفضيل تاركين الإفطار مع أسرهم لمواصلة مهمة تطوعهم منذ سنوات لدينا مشروع سنوي هو إفطار صايم أو مشروع إفطار صايم للعام الخامس على التوالي يستهدف الأدوية الحاجة والمسافرين على الطرقات المداخل ومخارج مدينة عتق هذا المشروع جهد شبابي عمل التطوع هو عمل خير عندما تعطي الناس تجد السعادة لا تجدها عندما تأخذ شيئا مقابله تتعدد المشاريع الخيرية بين إفطارات الصائم وتوزيع المعونات الغدائية للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود في زمن تشهد فيه البلاد أزمة معيشية بسبب الحرب المستمرة منذ انقلاب ميليشيات الحوذي المبادرات الشبابية تخدم من خلال توفير جميع ما يحتاجونهم المستلزمات سواء غذائية سواء صحية أو غيرها من المستلزمات التي يحتاجونها أفراد هؤلاء المجتمع الذين يحتاجون هذه الأشياء التي تلبي مطالبهم وتلبي احتياجاتهم وتلبي معيشتهم الحياتية نشاط يومي يمارس هؤلاء المتطوعون ومجموعات أخرى في المدينة ضمن المبادرات الشبابية المجتمعية مجسدين صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي يزيد من أواصر التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع أبو بكر حسين لقناة بالكيس شبوة